اشتركوا في القناة في أربع مايو عام 1930 بحي الجمارك بالأسكندرية لأب يعمل تاجر من أصول مغربية قامت بالدراسة في معهد أنصار التمثيل الذي أسسه الفنان زكي طليمات في الأسكندرية لكن والدها منعها من استكمال دراستها قررت زينات الهروب بسبب معاملة والدها القاسية والمجيء إلى القاهرة حيث الأضواء والشهرة ويقال أن والدها دع عليها بعد هربها ألا تشم رائحة الجنة بدأت زينات حياتها الفنية بالعمل كراكسة في بعض الفرق الفنية مثل فرقة بديع مصبني وعلي القصر وشاهدها الفنان الراحي النجيب الريحاني فيه كازن بديعة فعرض عليها مشاركته في عمل مسرحي وهو من اختار لها اسمها الفني زينات علوي إنهالت العروض المسرحية الاستعراضية عليها ثم بدأت مشوارها الفني في عالم السينما عام 1951 وكان ظهورها الأول من خلال فيلم شباك حبيبي لتنهال عليها بعد ذلك الكثير من العروض اشتهرت بقدرتها على الرأس بالعصى واستطاعت المسج بين الرأس الشرقي والتحطيب وعرفت في الوسط الفني باسم زينات قلب الأسد لاندبطها ساعد زينات علوي بسبب ما تتعرض له الراكسات في ذلك الوقت من ظلم واضطهاد ومطاردة مستمرة من شرطة الأداب ومن معاملة الدولة العنيفة للراكسات إلى إنشاء نقابة للراكسات خاصة بعد فرض قوانين وعقوبات على الراكسات حين ذاك منها أن تكون الراكسة حسنة السير والسلوك وأن تثبت مزاولتها للرأس بصورة واضحة وأن تحصل على تصريح بكل رأسات تؤديها من ركابة المصنفات ومن يخالف ذلك يزجل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر وغرامة قدرها 50 جنيه ولا تزيد عن 100 جنيه وعند فشلها في إنشاء النقابة رغم تأييد كاريوكا الشديد لها في ذلك الوقت واستمرار تضييق شرطة الأداب على الراكسات اعتزلت زينات علو الرأس ولكن ضيق أحوالها المادية دفعها إلى العودة مجدداً لسداد الديون المتراكمة وبعدها اعتزلت الفنينيها آياً عام 1970 أعجب بها الفنين عبد السلام النابولسي وطلب منها الزواج لكنها رفضت وتزوجت من محب مانع وهو الصحفي كان يملك مجلة أخبار النجوم عينت الراكسة زينات علو في آخر أيامها بضائقة مالية ورحلت عن عالمنا فيه 5 يناير عام 1988 ولم يتم اكتشاف رحيلها إلا بعد ثلاثة أيام من الوفاة حسب ما قال المؤرخ محمود آسم نقلاً عن المخرج كمال عطية كان بيقول إنها كانت ست فاضلة وعاشت الفترة الأخيرة ما بتطلبش حاجة من حد وماتت وحيدة بعد الشغل ده كله في شقتها بوسط البلد واكتشفت وفاتها بعد ثلاثة أيام ولم يحضر جنازتها سوى فيفي عبده وتحية كاريوكا وعملت منزلها